بعد تحذيرات ثنائية متكررة من إدارات شركة لبريغا والمؤسسة الوطنية للنفط بسبب قرب الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش الوطني ومجموعات للوفاق من مواقع نفطية بينها مستودعات لبريغا جنوب ترابلس التي أعرنت بدورها مساء السبت عن تعليق عملياتها الفنية وتطبيق خطة الإخلاء التام للمستودع حفاظا على سلامة العاملين بالتزامن مع اتخاذ إجراءات احترازية تضمن سلامة المنشآت القريبة من دائرة الحرب موضحة في الوقت ذاته بأن عملية أمداد الوقود ستستمر عن طريق تزويد شركات التوزيع مباشرة من الرصيف النفطي بميناء ترابلس مطمئنة كافة المواطنين بتوفر غاز الطهي بمستودع الهاني وسط ترابلس وكانت لبريغا قد حذرت في وقت سابق من إلحاق ضرر بالمنشآت النفطية داعية كل الأطراف إلى تجنب التصعيد العسكري مراقبون وصفوا القرارة بالمؤشر الحقيقي لتقدمات الجيش وتراجع المجموعات المسلحة التابعة للوفاق مواقع جديدة في محيط الخلاطات وطريق المطار الأمر الذي ألزم لبريغا باتخاذ إجراءات احترازية دون الإعلان عن موعد جديد ربما تعود فيه المستودعات للعمل من جديد